السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيد اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلمو على رياض محرز ضد حاكيم زياش في مواجهة عربية خالصة مغاربية كما نقولو احنا ياه ورياض من تتجه الأنظار متتبعين دور أبطال أوروبا نحو ملعب دراغو في بورتو يوم السبت وذلك لمتابعة مباراة نهائية بين مونشيستر سيتي وتشيلسي وكان مونشيستر سيتي قد تأهل للنهائي دور أبطال بعد تغلب على باريسان جيرما في نصف النهائي فيما كان تشيلسي قد وصل للمباراة النهائية بعد إقصاء ريال مادريد في النصف النهائي كذلك ستكون الكرة العربية على موعد مع التاريخ مهما كانت النتيجة فالتأكيد في حالة فوز مونشيستر سيتي أو تشيلسي سيضيف اللعاب جديد في قائمة اللعابين العرب المتواجدين بكأس ذات الأذنين إما رياض محرز أو حاكيم زياش اللي إحنا نتمنى بكل تأكيد وينغادي نشوفه رياض محرز هو اللي غادي يربدها إن شاء الله بربي زياش ما زال له الوقت زياش ما زال له الوقت وراه جاي في الدنيا التاعه محرز اللي نقولوا بلي اللي غادي يكون نقولوا بلي هو أو فرحظ يعني تشوف التركيبة البشرية تشوف الفنيات نوجوب اللي في مونشيستر سيتي غادي تشوف اللي اللعابين هذو اللي بغين يديروا حاجة في مونشيستر سيتي يعني نوجوب أمثل أغويرو زياش ماك أغويرو معسوبي يدخل دوزيان ميطور ولا رايح يديروا الكل في الكل باش يخلي البصمة تاعه كل لعاب يريد ترك البصمة تاعه أديها من رياض محرزه روح ومن جانب قد لعب رياض محرز دور هام للغاية في مبارتين نصف النهائي دور أبطال أوروبا أمام باريس انجرما وإذ نجح في الفوز باللقب مع السيتي سيدخل التاريخ النادي من أوسع الأبوابه فإسمه سيدون في سجلات النادي الذهبية حيث سيكون هو وزملعه أول من حمل كأس في تاريخ السيتي يعني سيكون يدخلوا في التاريخ في الهسطور تاع منشيستر سيتي يعني منشيستر سيتي رأي من 1907 أو 1909 وشابتوا فيها أجيال أجيال وما وصلوش النهائي ما وصلوش دومي فينال ما وصلوش دومي فينال ومنشيستر سيتي من المينتا ولا تلعب الأدوار لهذا الكوب دوروب ما عندهش بزيار فيما كان زياش مؤثر في كل مرة اعتمد فيه توماس عليه وسجل هدف الفوز للبلوز في مباراة نصف نهائي كاس اتحاد الإنجليزي ضد سيتي وبالتأكيد فهو يمني نفسه بالدور الحاسم في ليلة فورتو التاريخية ثلاث لعابين عرب فازوا بالدور أبطال أوروبا من قبل وبالنظر للتاريخ دور أبطال أوروبا فإن هناك ثلاث لعابين عرب فقط فازوا باللقب دور أبطال وهم الجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حاكيمي والمصري محمد صالح يعني أشرف مدها مدها مع الرياض كاررو بلاسون والمصري محمد صالح أول حكاية عربية مبهرة في دور أبطال كانت من ناصيب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر الذي فاز في النهاية الذي جمع بين فريقه فورتو الفورتيغالي وباير مينيخ في يوم سبعة وعشرين الف وتعمائة وستة وثمانين حينها فاز فورتو بهدفين لهدف وسجل ماجر هدفه الأسطوري بالكعب قد بطاله ولا يزيل هدف النجم الجزائري من أيقونة الدور أبطال عبر التاريخ الإنجاز التالي كان من ناصيب النجم المغربي أشرف حاكيمي الذي كان لعاب في صفوف نادي ريال مادريد حينما حقق اللقب بعد فوز على ليبرفول في نهاية شاغير بثلاث أهداف لهدف لعبة المباراة في 2018 في أول من عام في صيف 2019 كان النجم المصري محمد صلاح على موعد مع واحد من أهم مبارايته على الإطلاق وذلك حينما وجه فريق ليبرفول منافسه توتانهام في نهاية بطولة الذي استضفها الملعب وأن فاز ليبرفول بثنائية كان ناصيب صلاح منها هدف تسجيله في بداية من ركلة جزائر وسيكون جمهور البطولة في المغرب والجزائر في المنافسة مثيرة على هامش النهائي ففي حالة فوز محرز أو الزياسة يكون بلد الفائز منهما وهو البلد العربي الأول الذي يقدم أكثر من فائز للمسابقة الأوروبية العريقة فهل ينظم محرز للأسطورة الماجر أو سيغاصي الزياس مسئلة حكيمي ذلك ما ستجيب عنه المباراة غدا المرتقبة نحن أنا وعند الناس الكفة راهي عند رياض محرز يعني رياض محرز وان الكل خاصة وان ما ننساوش رياض محرز القاضية اللي خلات كل الجماهير العربية تتمنى رياض محرز يربط هذا التيت يعني وهو السبب ماذا السبب هو رياض محرز رفع العالم الفلسطيني هذا هو السبب الناس يتقارع رياض محرز بشير بد من أجل ماذا من أجل رفع الراياتين التوأم راية الجزائر وراية راية شهداء راية الجزائر وراية فلسطين يعني راية شهداء هذه اللي نشوف فيها وان شاء الله بربي كما يقول لك تكمل تكمل كما نبغينها تكمل كما نبغينها أنا رياض محرز يستاهل بش يكون في المنصة الشرفية حاكم زياش كذلك عنده طموحات تشيلسي ما نقوله شي حاكم زياش منشستر سيتي عندها طموحات تشيلسي عندها طموحات ما غادش تكون مبارا مبارا من أجل من أجل اللعب وفقت ما غادش ما محرزك يتحضر معه ما غادش يسيب يقول لك غاد ينسيب تشيلسي مفرشتلي بالورود لا غالطوش غاد يكون مبارا قمة كبيرة يعني ليكونوا مركز جيدا ويكونوا مسيطر خاصة وين اللعب اللي غاد يتلعب مبارا سوف تكون في وسط الميدان مبارا سوف تكون حرب ما بين اللعابين ما بين أرجل اللعابين وحرب تاكتيكية يعني غاد تشوف كيفاش تكون حرب تاكتيكية ما بين المدربين حرب في وسط الميدان ما بين اللعابين حدي اللي غاد ينشاهدوها يعني بمعني الكلمة مبارا تكون في القمة مبارا اللي غاد يتكون بمعني الكلمة يعني نهائي خاصة تشيلسي منسيستر وين فانك ما ننسوش وين فاز السنة سنة هذي وين فاز ثلاث مرات فاز عليه في العالي بنتجة ثقيلة وفاز عليه في في الاكوب في النسو النهائي وفاز عليه في الروتور الشمبيونة يكون الثاء قاوي سوف يكون الثاء قاوي بالنسبة يعني لعابين تعمونشيستر غادي يكون رد قاوي خاصة وين فيازوا عليهم ثلاث مرات وين جواردي ولا حبتها وين جواردي ولا تكلم قال لك يودي المباراة اللي غادي تلعب غاديش تكون يعني كما المباراة يتليفاتوا غاديش تكون وصح ما غاديش تكون مباراة يعني باش نقولوا باللي وين المباراة اللي ما غاديش تكون صعبة بالنسبة يشوفوا فيها باللي صعيبة على مونشيستر سيتي ولا لا وين خاصة وين غوارديولا وين تكلم عن حماسه قبل يوم واحد عني دور ابطال ضد شلسي وين يدخل وين شأنك غوارديولا الهزيمة وين تكلم الهزيمتين يعني ضد شلسي لن تؤثر علينا قال لك ما ليست أثره قال غوارديولا في تصريح نقالته صاحبة دانسان بريطانية تأثير هزيمتين علينا لا شيء على الإطلاق وتبع المدرب الإسباني حديث عن المباراة النهائية التي سيستضبها الملعب دراجو في بويفورتو بقول في يوم السبت ستكون هناك مباراة جديدة سنلعبها وسنرى ماذا سيحدث أنفرار خوز ينبس لكي يجعل هذه المباراة الجديدة كل مباراة يقومون بها يعني كل مباراة ي Подضع عليهم كل مباراة يقومون بقيد لا يزال العقب من людم يلك المباراة وكما أنفرار سأعلم الإبطال أوروبا قطتا بمباراتين فإن موقفي سيكون نفسه وذلك أعلم ماذا يعني دور أبطال أوروبا يعني عنده تجربة كبيرة عنده خبرة كبيرة عنده يعرف يعرف اشتغلية هذا إن شاء الله تكون في صالح رياض محرز هذه المباراة اللي يتمنيها تكون في صالح رياض محرز بمعنى كلمة إن شاء الله يا ربي